بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلجوق بيراقدار صهر الرئيس التركي رجب طيب أردغان يقول منذ سبع سنوات بالضبط في تسعة وعشرين أبريل الفين واربعة عشر في كيشان بيراقدار تي بي اتنين الطائرة الأولى بدن طيار في تركيا لقد شهدنا التاريخ كفريق هذه لقطات بالفيديو لأول طائرة بدون طيار يتم إطلاقها قبل سبع سنوات في تركيا هذه الطائرة التي غيرت معادلات الحروب الحديثة وقلبت الموازين في منطقة الشرق الأوسط والعالم هذه اللقطات منذ سبع سنوات وكان العالم في ذلك الوقت يقول لتركيا دعوهم يتسلوا أو يلعبوا كانوا يظنوا أن هذه الطائرة لا يمكن أن تفعل ما فعلت ولكن استطاعت تركيا بجهود أبنائها المخلصين وعلى رأسهم المهندس الشاب سلجوق بيراقدار لمتابعة هذا الموضوع المهم أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بيراقدار سبعة أعوام على أول تحليق للمسيارة التركية التي غيرت معادلة الحروب نشرت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية مقطعا مصورا يظهر لحظات التحليق الأولى لمسيارتها المحلية بيراقدار تي بي 2 والتي لعبت لاحقا دورا هاما في القوة العسكرية التركية بل وحتى الإقليمية لدرجة وصفتها العديد من التقارير الدولية بأنها غيرت معادلات الحروب وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي على تويتر قالت بايكار إنه بالضبط قبل سبع سنوات عشنا مغامرة تاريخية حيث أقلعت طائرة بيراقدار للمرة الأولى وأضافت أن الطائرة بيراقدار تعد أول طائرة مسيرة تركية تم تصنيعها بإمكانيات محلية وهذه أيضا تغريدة لسلجوق بيراقدار هذا المهندس الشاب الذي كان له الفضل بعض الله سبحانه وتعالى في إطلاق هذه المسيرة والذي نشر على حسابه على تويتر هذه اللقطات لإقلاع هذه الطائرة لأول مرة قبل سبع سنوات لكي تغير معادلة الحروب تماما في منطقة الشرق الأوسط ولعبت المسيرات التركية بيراقدار دورا هاما في المعارك التي خاضتها تركيا ضد التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد ولا سيما خلال عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا فضلا عن نجاحاتها في ليبيا وأذريبيجان المسيرة بيراقدار تبي اتنين بدأت تركيا المرحلة الأولى من تطوير نموذج الطائرة المسيرة بيراقدار تبي اتنين عام 2007 وانتهى النموذج الأول للطائرة في حزيران يونيو 2009 بحلول كانون الأول ديسمبر 2011 بدأت تركيا بتطوير المرحلة الثانية والإنتاج وانطلقت المرحلة الثانية في كانون الثاني 2012 اجريت أولى تجارب الطيران في 29 نيسان أبريل 2014 وسلمت أول ست طائرات للقوات البرية التركية في 20 نوفمبر 2014 وفي حزيران 2015 تم تسليم ست طائرات أخرى للقوات البرية لتدخل الطائرة الخدمة رسميا في القوات التركية منذ ذلك الحين بحسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء تركيا وفيما يتعلق بالميزانية الأساسية للمسيرة التركية بيراقدار فإن نظامها تتكون من ست مركبات جوية طائرات ومحطتين أرضيتين للتحكم والسيطرة وتلت محطات للبيانات الأرضية ومحطتين للفيديو إضافة إلى معدات للدعم الأرضي بيراقدار التي تصنف ضمن الطائرات العسكرية التكتيكية مراقبة وهجوم يمكنها التحليق على ارتفاع 20 ألفا إلى 27 ألف قدم نحو 8000 متر وحمل معدات بوزن 150 كيلو جرام والطيران حتى 25 ساعة متواصلة وتتمتع بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآن للأهداف خلال الليل والنهار إلى جانب قدرتها على تزويد مراكز العمليات للقوات الخاصة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها بالأجواء كما أن المسيارة التركية قادرة على استهداف التهديدات المحدودة بذخائر وصواريخ محمولة على متنها ومطلع نيسان أبريل الجاري أشادت مجلة فورينبوليس الأمريكية بالطائرات المسيارة التركية وبالتفوق الجوي الذي حققته خلال الحرب الدائرة بين الجيش الأذريبيجاني والأرميني مؤكدة أن تلك الطائرات ستجعل الدول المتقدمة تعيد تنظيم تكتيكاتها الحربية يذكر أن المسيارات التركية لعبت دورا بارزا في تعزيز مكان التركية العسكرية بعد أن حققت نجاحا وسمعة كبيرة في العمليات العسكرية التي جرى استخدامها فيها وذلك في إطار النقلة التكنولوجية المتقدمة التي حققتها تركيا بالانتقال من بلد مستورد للاحتياجات العسكرية إلى بلد مصدر لها وعاقب معارك إقليم كرباغ بين أذريبيجان وأرمينيا والدور الرئيسي الذي لعبته بيرقدار خلالها وصفت إحدى كبريات الصحف الروسية المسيارة التركية بأنها فاتحت كرباغ في إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته المسيارات التركية التي استخدمها الجيش الأذري في حسم الحرب وإلحاق الهزيمة الواسعة بالقوات الأرمينية التي أجبرت على إنهاء احتلالها للإقليم عقب تدمير مئات العربات والمصفحات والأنظمة الدفاعية بوسطة المسيارات التركية وتستخدم الطائرة المسيارة حاليا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذريبيجان وقطر وأوكرانيا وتواصل بايكار تطوير قدرات ومهارات بيرقدار القتالية والاستطلاعية وفي أواخر العام الماضي في أول اختبار إطلاق صاروخ لها باستخدام نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروضوئي كاتس الذي طورته شركة أسلسان التركية وبينما تبلغ تكلفة الطائرة الأمريكية الواحدة من طراز ريبر 16 مليون دولار تبلغ تكلفة بيرقدار التركية 6 ملايين دولار فقط الأمر الذي يتيح للدول الأقل ثراء إمكانية تحدي القوى العسكرية الكبرى عبر قدرتها على شراء هذا النوع من المسيرات وفي الوقت الراهن تمتلك قلة قليلة من الدول طائرات مسيارة مسلحة من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران والكيان الصهيوني والصين بذلك متابعين الأعزاء نكون قد صلطنا الأضواء مع حضراتكم على هذا الخبر المهم والذي انطلق قبل سبع سنوات ليغير تاريخ المنطقة وتاريخ الحروب بيرقدار التي قلبت الموازين وانطلقت نسختها الأولى قبل سبع سنوات في هذا الفيديو الذي نشاهده أمام حضراتكم لتكون فاتحة خير على تركيا ودول المنطقة وانطلاقه ونهضة جديدة هذه النهضة التي لم ولن تتوقف بإذن الله تعالى خاصة أن سلجوق بيرقدار هذا الشاب يصنع الآن مفاجآت تلو مفاجآت بيرقدار تي بي 3 وأيضا الطائرات أكنجيتها وغيرها من مسيرات تتحلق الآن في الأجواء إضافة للمقاتلات الاستراتيجية التي تغير موازين الحروب وتجعل من تركيا كما أنها بلد صاعد تجعلها أيضا في قلب العاصفة حيث تستهدفها أمريكا والغرب ومحاولة إيقافها والإطاحة بالرئيس رجب طيب أردغان والتي تدافع تركيا بكل ما تملك من قدرات وإمكانيات نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا وأن يوفقها دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة